مجلة بيم أريبيا العدد الخامس والثلاثون مقدمة العدد كتبها عمر سليم بصوت حبخضر العمارة هي بيت العلوم والفنون على مر العصور والعمارة هي السجل الموثق لتاريخ الإنسان منذ نشأته على هذه الأرض وحتى يوم بعثه والعمارة عند ابن خلدون هي صناعة البناء يقول ابن خلدون هذه الصناعة أول صناع العمران الحضري وأقدمها في تصميم المباني ليغطي بها الإنسان احتياجات مادية كالسكن مثلا أو معنوية وذلك باستخدام مواد وأساليب إنشائية مناسبة والعمارة علم وفن بل تعد أم الفنون بل هي الفن الذي لا يمكن تجاهله أو إخفاؤه يمكن للرسام أن يرسم لوحة غير جميلة ويمكن للموسيقار أن يلحن لحن نشاز والشاعر أن يكتب كلاما سخيفا وهكذا كل فنان يمكن أن ينتج فن قبيحا فيتركه الناس عند تذوقه ويكون لهم الخيرة في متابعته أم لا ويمكن أن لا يحتكو به مجددا لكن المعماري والعمارة فن وعلم عندما يشيد مبنى قبيحا أو غير منسجم مع البيئتين التي حوله البيئة الطبيعية والمباني المجاورة فإنه يؤذي كل من يراه من السائرين في الجوار ويؤذي الساكنين فيه حيث لا يشعرون بالراحة داخله ويهلك حين لا يصمد أمام الزمن فيسقط يقول المعماري حسن فتحي العمارة ليست مجرد مأوا فحسب بل هي تعبير حي عن وجدان الإنسان وتحقيق لرغباته في الانتماء وميله الغريزي إلى التواصل الاجتماعي إن علينا أن نتفهم مكان ودور العمارة في حركة تطور الحضارة الإنسانية وأن نعترف بأن العمارة تشمل الإنسان والتقنية ولهذا يجب إحسان البناء في ثلاث نقاط قوة البناء وصلابته وتحمله واختبار الأرض وفحص المياه الجوفية وأن الأساسات على أرض صلبة يجب على المعماري حسب ما جاء في كتاب راسكين أن يكون تصميمه خالدا ومعمرا وعلى المجتمع أن يبني مبانيه بكل دقة وتأنن واهتمام حتى تعمر لفترة طويلة وتكون بمثابة استجل المعماري الحي للأجيال القادمة الملاءمة بحيث يكون توزيع الغرف مرتبا ومنظما ولا يتعارض مع الاستعمال صالحا للحياة جيد التهوية ومستقبلا لنور الشمس يقول هوريشيو غرينوف أن التصميم هو الترتيب العلمي للفراغات والأشكال لتلائم الوظائف والموقع وتأكيد لمظاهرها وتدريجها بالنسبة لأهميتها في الوظيفة واختيار ألوان وزخارف تترتب مع القوانين العضوية الدقيقة الجمال والانسجام والتناسب مع مقيس المستخدم وهو الإنسان إن الطبيب عندما يخطئ يقتل نفسا والمعماري حين يخطئ يقتل شعبا فكما يقول تشيرتل نحن نشكل مساكننا ثم تشكلنا مساكننا فالسكن غير المصمم جيدا يشكل الحالة المزاجية والنفسية لساكنه فيجعله عصبيا